وتشارك دولة الإمارات العالمة في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال الذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام والذي تبرز من خلاله الجهود المبذولة للقضاء على المرض وعلنت دولة الإمارات عام 2011 مشاركتها في الحملة الدولية للقضاء على هذا المرض في باكستان وأفغانستان والصومال واثيوبيا وكينيا والسودان ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان رئيس الدولة حفظه الله لاستئصال شلل الأطفال من العالم وشكلت مبادرة الإمارات إسهامات فعالة وإرشادات دولية لكونها من الدول المتقدمة في الإسهام للقضاء على شلل الأطفال مع الشركاء الدوليين وتعد الإمارات من أكثر دول المنطقة منحا للتحالف العالمي للقاحات والتحصين ويستفيد من حملاتها لمكافحة شلل الأطفال 400 مليون طفل سنويا حول العالم